السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تبعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات عندنا اردار حلوة قوي تابع معي الفيديو الاخر متنسونيش بلايك واشتركوا القناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم اصلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله يلا بقى ندخل على الفيديو والاردارات بتاعتنا النهاردة ونبدأ بالحلوة اول حاجة كده جبت 3 بطاقات حطيتهم في بولا وحطيت عليهم علاقة من الفانيليا وكباية ونص من السكر تمام؟ ممكن توصليها الكبايتين لو انت بتحب الحاجة مسكرة بس كباية ونص بالكباية المعيارية بتطلع مظبوطة تمام؟ وحضربهم كده بالهند بلندر بالمضرب او المضرب القهربائي او تحطيهم في الخلاط اي حاجة المهم اللي ايه يعني يتخفقوا شوية والبرد يعني يقلونه يفتح معك شوية تمام؟ بعد بقى لما حخلص دايب بقى هنزود بقيت الايه المكونات بعد بقى ما تضربوا كويس كده واللون بتاحهم افتح هنبدأ بقى ننزل عليهم بكباية كبيرة من السمنة السمنة ديت انا يدوبك ايه فكاها كده لان انا بحط السمنة في التلاجة فيدوبك فكاها طبعا من السخنة هي فكت كده ايه دي اف كده في المكرويف تمام؟ بعد كده نزلت بعلبتين من الزبادي بمقام برضو كباية يعني كباية زبادي وكباية سمنة بالكباية المعيرية او بمج الشاي العادي طبعا انت احب تحطي زيت ما فيش مشكلة او سمنة على زيت بعد كده حدلهم تقليبة كده زي ما انتو شايفين وحب ده بقى ايه انزل بالمكونات الجفة معي طبعا بالمكونات الجفة عبارة عن ايه حط كبايتين من دقيق الدراء الابيض دقيق الدراء الابيض انا ما بفضلش دقيق الدراء الاصفر في نوعين هو ده بيبقى شبه الديق العادي بس ده دقيق دراء وحب ده انزل بايه كيس من البيكنج بودر وكوباية من دقيق الابيض يبقى بحط كبايتين لكوباية اتنين دقيق دراء وواحدة دقيق ايه ابيض مع كيس بيكنج بودر وكده خلاص عمالنا هريسة الدراء طريقة حلوة جدا وسهلة وعايز اقول لكم حتشوفوها معي كانت جبارة هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه وبعد كده ايه هنزلها في الايدب بعد بقى لما هخلص هقول لكم بقى ايه حملت فيها تركة كده لو انت حابة تعمليها جربيها ان شاء الله هتعجبك هنا بقى الدوات ديت اخر كوباية من الديق الابيض انا انا خلت 3 كوبايات اتنين دراء واحدة ابيض هبدأ بقى كده ايه قلبها بالمضرب مش محتاجة بقى في المرحلة زيد لانا ولا شغل هند بلندر ولا اي حاجة بالمضرب كده اليدوي ادوبك كله يختلط مع بعضه ايه وخلاص بعد لما خلاص اختلطت كويس جدا مع بعض هنبدأ بقى ايه عندي بقى ايه برتقان هي كانت النية في البداية خالص اللي انا هعملها بنص من البرتقان ونص من ايه الزبادي انا بحب خلط في ديق الدراء بحط كباية يعني نص كباية او كباية لربع من البرتقان وعليها ايه علبة زبادي صغيرة تمام بس بس عايز اقول لكم بعد لما جبت البرتقان وغير بفتحه كده وايه قلت ادوقه علشان هو لسه طبعا طالع فبيبقى ميزة لقيته شبه اللمون فطبعا مش هينفع حط كباية كاملة والبرتقان لسه محلوش يعني فاخدت من البرتقانة واحدة قمت في الاخر كده ايه عصرها كده وكمان ما نزلتش اللي هو القشر بتاعها دوت او اللي هو يعني التفل بتاع البرتقان او مش عارفة بتقال عليه ايه يعني المهم ما خدت المية منها ومش كتير حمام اقام رابع كباية بس عشان ما تبقاش مزة معي بس ادتني بقى ايه ريحية البرتقان كانت رهيبة بس وقلبتها كده مع بعض وخلاص طبعا لما البرتقان بيحلو بحط بقى زي ما قلت لكم كباية اللي رابع من عصر البرتقان بس مش بضيبه في الخلاط بعصره كده في العصر اليدا ويعرفينها وبصفيه من البزر والكشور كده وخلاص على كده تمام صبتها بقى في الصنية وكنت دهنة الصنية زبدة ورشة سمنة ورشة بسيطة من الضيق كده ودخلتها الفرن على درجة 180 تعالوا بقى نبدأ في الايه في بقية الوردر وحنعمل بقى ايه صنية يعني عايز اقول لكم الصنية دي وهم يعني لو عندك فرح عندك عزومة كبيرة عارفين دي صنية الافراح يعني تتعاملي معها مثلا منها كذا صنية وتبقى منها خضار ومنها الاكل وبوستو بتنفع في حاجات تيام قوي انا جايبة كيلو ونص دول اللي انا مقطعهم في البولة اللي هناك دول تلاتة كيلو من البصل تلاتة كيلو من البصل انا هاخد منهم كيلو ونص بس هقطعوا في البولة كده زي ما انتم شايفين جوانح او شريح وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تعالوا شربوا معايا ايه قهوة بما اننا ايه بنقطع البصل عايز اقول لكم بقطع البصل وايه دموع بقى لا تتخيلوا المهم بعد لما اخلص تقطيع البصل كله انا ايه بفضل اقطعه كده على ايدي بسرعة وساعد بقطع على البلانش بردو بس ايه لما ببقى مستعجلة فبقطع على ايدي بسرعة كده ايه بنجز يعني هنا بقى هبدأ بقى ايه افكه من بعضه كده وبعدين هنبدأ بقى نجيب رصتوم هبدأ بردو قطع حشر ويحي بقى طوم وكيلو ونص من البصل والبصل دوت على قد اللحمة اللي انت هتعمليها يعني لو هتعملي كيلو لحمة هتحط قصده كيلو بصل لو هتعملي نص كيلو لحمة هتحط قصده نص كيلو بصل تمام؟ انا هنا كنت عاملة كيلو ونص من اللحمة فقطعت كيلو ونص من البصل عليهم بقى ارنين فلفل رومي وراستوم زي ما قلتلكم وفلفل سبايسي بطبعا لو انت حبه طبعا العميلة حبه جدا الفلفل السبايسي وهحط 3 طماطمات بس زي ما انتوا شايفين بس مش هزود تاني 3 طماطمات ومش هكط هي الحاجة الاساسية معينا البصل تمام وده كده الخضايا اللي انا ايه اللي انا قطعته للوصفة بتعيدنا هنا بقى جبت بقى فضيت البولة وقمت نزلت بقى بالخضار اللي انا قطعته في بولة اكبر عشان اقدر ايه اقلبه كويس بالايه بالتوابل اللي انا هعمله وحطيت هنا برضو كم ارن فلفل احمر عايز اقول لكم الفلفل الاحمر دوت يعني حبيبي من كوت ما هو انا بستخدمه في كل الوصفات ساعات مش بيبقى حامي قوي بس بيدي شكل حلو جدا في الاكل وبيدي طعم حلو وكمان مفيد يعني فعايز اقول لكم هو ده خلاص اره بيمشي يعني يعني كلما تلاقي هاتي كيلو كده وشليه في الفريزة انا ما بحبش افروم وكله بحب يعني افروم برطمون اعمله هاريسة والباقي بحب اشيله اقرون زي ما هو اطلعه من الفريزة يعني هو مجمد كده يدوبك اشتفه وقوم ايه مقطعه حلق ايه المهم تعالوا بقى نشوف التوابل اللي انا حطيتها حطيت ملح وحطيت فلفل اسود وحطيت معلقة من السكر ورق لوري وحبهين وربت مكعب سمنة كده محترم وحطيت ادعك الخضار ده بتقيب التوابل وشوية الحاجة اللي انا حطيتها واتنسيش بقى معلقة السكر طبعا هنا بقى طيبا شفتوا الورق الفري الورق الزبدة عرفته هنعمل دي هنعمل ورقة اللحمة طبعا زمان الجزارين كانوا بيعملوا ورقة اللحمة دي في الورق بتاع اللحمة الكارتوني يعني انا موعيش عليه يعني بس انا سمعت كده يعني انا عمر يعني مش فاكرة كان امتى بيعملوا كده بس انا فاكرة اللحمة لما كانت بتتباع في الورق الكارتون ده كنت لسه صغيرة يعني المهم تعالوا هنا بقى ايه نبدأ بقى نجيب رقة كده من الخضار اللي احنا حطينها وايه وكام شريحة من اللحمة نرست كده جنب بعض واعديها بس رشة من الفلفل اسود بسيط ورشة من الايه من الملح واقوم نازلة عليها بالخضار وهكذا عبدأ اعمل رقات فوق بعض رقات كده لحمة وبعدين خضار لغاية لما خلص الكمية بتاعتي كلها ورشة كده من الفلفل اسود وما تقطريش بقى في اللحمة لان اللحمة اصلا هتاخد من طعم ايه الخضار وكله هيخد من طعم بعضه عايز اقول لكم كانت يعني رهيبة ريحتها كانت في الفرل تحفظ بعد كده بقى هجيب ورقة زبدة برضو وام غطيها وحنبدأ ايه نقفلها كده بالفرل زي ما انتم شايفين اهم حيجة بقى اللي احنا ايه يعني تكمريها زي ما بيقولوا تقفليها كويس جدا علشان البخار اللي انت هتحبسيه جواها ده هو اللي عيسوية بعد كده بقى دخلتها في الفرن على درجة حرية 220 على الشبكة في النص وهتغط في الفرن معي حوالي ساعتي طيب نوع اللحم اللي انا مستخدميها دي لحمة انتركوت يعني يقولي للجزار عايزة شراريح لحمة انتركوت للشاوي او للتحمير بس هي الحتة دي اسمها انتركوت بتبقى زي ما انتم شايفين شراريح كده وحواليها ايه كوفر دهون بتبقى رهيبة في الشاوي او في ورقة اللحم هنا بقى قطعت بتنجان بالطريقة العادية وبعدين حطته في مصفى ورشيت عليه ايه ملح وصيبته بقى ينزل المية بتاعته علشان ما يشربش معي زيت تعالوا هنا بقى جبت توصة وحطيت فيها شوية زيت ونزلت بحوالي نص كيلو من البصل وكنت ضربة معاه ارنين فلفل رومي كده وعسيبهم بقى اللي غريت لما يتبقى النهاردة الشغل بتاعنا يعني معظمه بالزيت هنا بقى جبت ايه حلة تانية ونزلت فيها بحبة زيت بس تغنانين خالص كده زي ما انتوا شايفين وقطعت راستهم حلق وبعد كده انت حطى نص كباية من الخل وقمت نازلة ايه بكيلو ونص من الطماطم او دول اتنين كيلو من الطماطم ضربتهم في الخلاط بس ما صفتهمش وحطيت عليه ملح وفلفل اسود وربع معلقة من الكمون وربع معلقة من الكوزبية وما تقطريش اهم حيطة بقى في السلسة دي ان انت تثبوت الخل بعد بقى لما البصل كده حيتبل هنشوف هنعمل فيه ايه نقلت بقى الصلسة على العين تانية وقمت جايب بقى ايه لبن كيلو ونص من الحليب وحاسبهم بقى على الناير لشان انا عايز اللبن سخم وهنا بقى حنبدأ نقل البتنجان بالطريقة العادية عايز اقول لكم توصية البتنجان دي من اول الفيديو لغاية اخر الفيديو اعتفدل موجود ليه بقى؟ لان انا كنت بقى لي ثلاثة كيلو ونص بتنجان طيب ثلاثة كيلو ونص بتنجان تخيلوا ياخدوا معايا قد ايه زيت والله يا جماعة ماخدوش معايا كوبيتين زيت بس اهم حاجة بقى ليه بقى بعمل ايه مش بيشها بزيت مش بيشها بزيت ليه؟ علشان حطيت الاول شوية زيت زي ما انتم شايفين يعني كويسين مش الزيت غازير قوي ومش زيت قليل وبعد كده طبعا سيباب الملح ينزل المية بتاعته قبل ما بحطه في الزيت بديه راشة من الزيت تمام؟ ومش بحطه فوق بعد بخلي الطاصة كده ايه مهوية علشان يقرمش معايا تمام؟ بصوا بقى لونه عامل ازاي؟ طالع طحفة ومش شرب زيت ولا اي حاجة تعالوا هنا بقى نبدأ نعمل طوجن رز او برام رز غسلت بقى نص دول حواليه ده كيلو وربعة من الرز غسلته ووصل معايا نص البرام كده زي ما انتم شايفين وبعد كده قمت حط عليه ملح وفلفل اسود وقلبته مع بعضه كده وحنزل بالحليب اللي انا غليته كده المهم اللي هو يغطي لي البرام كله وبعد كده هدخله بقى الفرن انا بدخله على الصاجة اللي تحت يعني على الصاجة اللي قريبة من الشعلة تمام؟ بيقعد حوالي يعني ساعة الاربع كده وبيطلع زي ما انتم شايفين الوش بتاعه بمبي وخطير اول لما بيطلع بعمله فتحات كده وبعدين بقوم ايه؟ حط له السمنة بتاعته وهنا بقى حنبدأ ايه بقى نرس صانيتين المسقعة لان انا كنت عاملة صانيتين انت بقى تقولي لي دي واحدة فوريل والتانية الامونيا ليه؟ انا بودي ساعة لعميلة معينة للحاجات في صواني بتاعتي وبترجع لعيتي هنا بقى بعد لما هحط طبقة من البتنجين حبدأ بقى ايه انزل باللحمة المفرومة وعن رسط صانية المسقعة بقى ايه بالطريقة العادية خالصة هحط طبقا طبقة من اللحمة المفرومة وبعد كده هكمل ايه؟ البتنجين عايز اقول لكم كانت صانية مسقعة ما شاء الله الفهنا وشيفة كانت رغيبة عايز اقول لكم كمان للعميلة شكرتني جدا وقالت لي كانت تحفة بصتوا البتنجين ولا شارب زيت ولا اي حاجة بس عادت ثلاث ساعات بقى للبتنجين يعني فعلا كنت بقى لي كمية حوالي ثلاثة كيلو ونص من البتنجين فعادت بوقت يامة قوي طبعا بياخد وقت هنا بقى الطماطم ما سبكتهاش قوي لان انا عايزة هتبقى خفيفة شوية كده غلوتين بس لاني لسه هتدخل الفرن وكمان لما بتبقى فيها سوس كده وتدخل الفرن بقى بتغلي غلوتين كده مع بعض ما بتنشفش بقى بتبقى ايه طرية كده كنت قاليا بتنجين فلفل قصدي سبايسي حبدأ بقى حطه فوق الوش كده وايه وكم قرن فلفل احمر كده برضو ايه حقطحه مش رايح وكده خلصت صانية المساقة او صانيتين المساقة بعد بقى لما هخلصها هقوم مدخلها الفرن وبردو ما تسبهاش في الفرن كتير يعني بالزبط كده ربع ساعة عشر دقايق علشان برضو ايه ما تنشفش طبعا البتوجاز يعني مطيح القلقية شكله لا يصور عدوة لحبيب هنا بقى ايه دي بقى الورقة اللحمة لما طلعت ودي الكيكة والمساقة وكمان الايه التاجنروز بصوا بقى ورقة اللحمة فيها سوس يعني جبار يا جماعة جربوها بجد كانت خطيرة تعالوا وريكم بقى دي الدر يعني ما شاء الله يعني كان شكلها حلو جدا عايز اقول لكم ساعت يعني سبحان الله ساعت لقيها ايه المقلبتها سليمة والحمد لله يعني بصوا طالعا شكلها تحفة ودي الايه اه صانيتين المساقة اتمنى الفيديو يكون عجبكم ولو وصلتم معي لغاية هنا ما تنسونيش بلايك واشترك للقناة وشيري للقناة ودعوة حلوة منكم واشوفكم فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته